لكن لا نشيل مين الليلة بقول لكم ايه يا جماعة يا لجنة الحكام بقول لكم ايه ده قناة الاهلي والرأي العام ضد وليد عبد الرازق والوات ده لازم ننتقم منه بس الوات ده الحكم ده كان ادى انذار لمحمود متولي في نهاية المباراة وخلاه ما يلعرش مطش الزمالك حان الوقت للانتقام قد في ايام محمود متولي كان عنده حق كان محمود متولي اعترض عليه طب هو في المطش ده لعدت الزمالك اعترضوا عليه والدهم كم انذار ست انذارات والده لعيبك بروكسي كم انذار خمس انذارات الله ده معايير واحدة طب هو ما شافش اللعبة طب هو محمود البنة قبل كده ما حسبش ضربات جزاء تسعمية واربعين مر اه طب وامين عمر اه بس الفار بيصلح لهم طب ومين اللي ما شغلش الفار ده اتحاد الكورة هو اللي ما شغلش الفار بقول لك ايه عشان ما حدش يشيل اتحاد الكورة ولا يشيلنا الليلة ولقينا الرأي العام كده والدنيا ضد الود واليد دوت تعال نخلص عليه ونوقفه ويبقى كده احنا راضينا الرأي العام طب بقول لك ايه طب محمود البنة وهاني عبدالفتاح والكابتل محمد فاروق نائب رئيس اللجنة كان بيرائب على الحكام في السوبر بجد يا خالد اه والله طب هو هاني عفتاح هو اللي وقف عشان علي معلول ما يضربش الشيبي اه تخيل كان هو اللي وقف في نص الخناقة وكان بيبعدهم عن بعض بس بصراحة راجل هاني عفتاح راجل وقف وقف قدامها يا علوة وقال لك يا معلول لا اوقعت يضرب الشيبي بس معلول ما عملوش اعتبار راح ضرب الشيبي على وشه راح الشيبي وقع قدام كابتن هاني عبدالفتاح فجي محمد الشناوي اللي موقوف ثلاث مباريات جي لي ساروخ ورح مديله حتة بالرقبة قدام كابتن هاني عبدالفتاح هو الكابتن هاني عفتاح شافه؟ اه شافه بجد ده كان واقف قدامه كمام؟ بس هو حق ربنا هاني عفتاح راح جايبه على جنب قال له عش الناوي فعليش؟ امسحف وش المراضي عشان خاطري طب هو الازاز اللي كان بيترمى على اللعيبة من مين؟ ده تقاديريبا كان جمهور من الامارات او تقريبا جمهور بيرامد فعلا او اللهي طب ايه اللي حصل؟ كابتن محمود البنة طب الفار اللي بيقوله انه بيشتغل وفيه ناس بتقول انه هو ما اشتغلش هو ما تدخلش ليه الفار بقولك ايه؟ احنا مش هنقدر نعمل عقوبات على بتوقع الامارات حكام الامارات طب محمود البنة الرأي العام بيقول ايه؟ الرأي العام بيقول احلى سوبر في الدنيا والرأي العام بيقول ايه؟ محمود البنة ما طردش الشناوي وهاني عبد الفتاح ما تدخلش وما تكلمش محمود البنة في الاربيس بس بقولك ايه؟ لا 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 الرأي العام حلو بقول طب كابتن محمد فاروق نائب رئيس اللجنة اللي قاعد بيرائب الحكام كتب في تقريره حاجة بقولك لأ جيمي جمال علام رئيس اتحاد القرى تالي بقولكو ايه مفيش حد تحول لجنة الانضباط ولا الشناوي ولا علي معلول ولا ديولو ليه انتو بتفهموش قانون ولا ايه ما هو مرائب الحكام كابتن محمد فاروق اللي راح يتفسح ومرائب المباراة الكابتن عيسى اللي هو من كفر الشيخ الاهلاوي اللي كان بيشغل كشاف للنادي الاهلي وبيجيب لعيبة ومنهم كابتن طرق سليمان حرس المرمى هو اللي كان بيرائب المباراة وكابتن محمد فاروق ولا كابتن عيسى اسمه ايه اقول هولي المرائب ولا ده هيكتب تقرير ولا ده هيكتب تقرير ليه هو ما شافش قدام عينيه اه شاف بس الرأي العام بيقول خلي يقول ان الحكام حلوين والمعالي بيقول والنبي يا مخرج ما تجيب اللقطة ابعد عن اللقطة المطش حلو واحلى سوبر في الدنيا بجد طب كابتن محمود البنة هو ارتكب خطأ بعدم الطرد اقص ممكن ما يكونش شاف طب الكابتن والي عبد الرازق ممكن ما يكونش شاف طب واليد عبد الرازق ما عندوش فار طب الكابتن محمود البنة ممكن يكلم الفار ويقول لي تشك يا عم الفار شوف لي الخناقة دي هل حد يستحق الطرد ولا لا بس الصراحة طول المطش ولا شوفنا فار ولا شوفنا الكابتن محمود البنة بيكلم الفار ولا بيتأكد من ضربة الجزاء ولا بيتأكد مين ضرب مين ولا الكابتن هاني عبد الفتاح تدخل مع انه هو اللي بيفض الخناقة لو عندوكم صور ونبي هتوالي يا جماعة ده كمان لدرجة ان الكابتن هاني عبد الفتاح الراية بتاعته بتاعت المساعد الحجم طارت في الهوى طارت في الهوى شاشي وانت ما تدراشي يا بنة يا فروقة يا هاني عبد الفتاح وبعد كده في الاخر يقول لك لقد ادوني بقى ادوني حتة بقى الاخيرة نزلوا هالي تاني بتاعت وليد عبد الرازق لجنة الحكام بالتحاد الكرة المصري قررت تكنيط وليد عبد الرازق دون الافصاح عن المدة بسبب الاخطاق اللي وقع فيها خلال الرطاء الزماني كوبروكسي وبناء على الرأي العام وبناء على توجه قناة النادي الاهلي فاحنا بنقول نوقفه احسن طيب هل نجاح باهر جدا اوه طائم التحكيم والفار طب هل الفار نجح اه قص الفار من الامارات وعلى فكرة احنا سألنا الناس الامارات واكدلونا ان الفار كان شغال طب هو ما تدخلش ليه الفار والله مش عارفين هو كان في حالات تستحق التدخل طب هي كورة محمد الشريف ممكن تبقى طرد طب كورة مروان عطية ممكن تبقى طرد طب اه قص هي انذار الفار ما يتدخلش طب بتاعت مروان عطية دي كانت المحمود البنة ما شافهاش مش معقولة يا جماعة اه ما شافهاش بس احنا مش هنعاقبه طب هنعاقب مين هنعاقب وليد عبد الرازق اللي ما شافهاش برضو طب هو مين اللي لغى الفار اتحاد الكورة طب وحضرك بتلغي الفار ليه بقولك ايه بنوفر فلوس قص الناس بتقع الدرجة التانية دول بروكسيو وطلع القسطول ولفيينة والناس دي غلابة هنجي عليهم حتى لو تظلموا مش مشكلة لكن احنا بقى نبتدي من دور الستاشر يبقى وفرنا شوات فلوس حلوين طب هي فيه مسابقة تبتدي بشكل وتنتهي بشكل ودوري مرة يبقى الفار ودوري من غير فار واسبوع بالفار واسبوع من غير فار ايه ده ده سمك لبن طمر هندي ده اسمه تنظيم سمك لبن طمر هندي على طول كده وبالتالي هو ده لنا بسأله يا جماعة هل يا حكام مصر يلي البعض بيتهم وليد عبد الرازق في المباراة ولولا تدخل الفار لا احد يتكلم عن الحكم اما الفار بيتدخل الحكم يروح يبص اه ده انا مش شفتهاش يروح حاسبها الحكم بيطرد يروح يشوف يلغي الطرب الحكم النهاردة النهاردة وانا جاي دلوقتي بنتفرج على اسميلان وانتر ميلان في شوط الاولاني شوط الاولاني لعب الارجنتيني الرازح حربة سيميليشن فهمي رسمي نظمي راح الحكم الاسماني اللي عامل فيها شخصية جامدة راح حاسب ضرب الجزاء وكانت الهدف التالت قال له له تعالى 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 بص عليها ملاقوش في تلامس اساسا في الكورة والحكم الاسماني بتاع اوروبا كان عامل كرسة تحكمية ولولا تقنية الفار تدخلت صلاحت له خطأه الكارفي ترجمة نانسي قنقر